السلام عليكم ازايكم نهاردة اخر حلقة من حلقات قناة سامري في شهر ديسمبر ولو خدت بالك احنا ما بقناش نعمل حلقات كتير زي الاول لان فعلا احنا مضغوطين جدا نحضر لمشروع كبير في القناة والقناة تعتبر في السنة الرابعة بتاعتها ويا رب نكون قدمنا مستوى كويس ومحتوى كويس يرضي حضراتكو ويكون مقنع بالنسبة لحضراتكو برضو وحابب تلي اخر حلقة في شهر ديسمبر تتكلم على مستقبل قناة سويس واللي حيحصل في بحر العمر لان في ناس كتير عما تتكلم في ناس بتقول اللي حيحصل والكلام ده كله بس لازم تعرف بره بيقولوا ايه بره شايفين قناة سويس هتقفل ولا هي ايه اللي حيحصل لها بره شايفين اللي بحر الأحمر ايه اللي حيحصل فيه غزة التطورات راح على فين حلقة دي مهمة جدا حضرتك لازم تشوفها الاخر لان فيها معلومات هامة جدا لكن مصر التي تشكل قناة سويس 2% من ناتجها المحلي الإجمالي وعلى عكس التوقعات خرجت لتؤكده على ان تأثير التوترات في البحر الأحمر على قناة سويس محدود فالحركة منتظمة وفق رئيس هيئة قناة سويس قبل كشف الموضوع قبل كشف لك التفاصيل خديني يقولك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو في العادة انا مليش في العلعاب قوي يعني ما عنديش وقت الحاجة زي كده بس بصراحة انا بعشق لعبة الجنرال لان دي لعبة استراتيجية وفعلا ممكن تطبق اي حاجة تيجي في بالك وممكن تبقادر على قيادة اي دولة في العالم وان انت بقى تفرض سياستك العسكرية والاقتصادية والتحدي والتحالف ممكن تتحدي اي حد وتتحالف مع اي حد حوالين العالم حمل لعبة الجنرال دلوقتي هي اقوى لعبة استراتيجية موجودة حاليا ومجانا تماما موجودة على الاي او اس واندرويد لان انت لو حملت اللعبة دلوقتي هتحصل على تهتاشر الف قطعة زهبية واشتراك شهر كامل مجانا في مجلس الان هسيب لحركة رابط بتاعهم اسفل فيديو لو حابب ان انت تحمي لعبة الجنرال من اقوى اللعبات الاستراتيجية الموجودة حاليا نخش في الموضوع على طول نخش في الموضوع على طول الجديد ربعنا النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك واول مرة هتسمعه في ما يخص حرب بحر الاحمر حقيقة انا هبتدي من عند الحوثيين طبعا حضرتك سمعت الفترة اللي فاتت دي ان شركات كتيرة جدا بتاعت تحول مصار السفن بتاعتها من البحر الاحمر وتروح لطريق رأس الرجاء الصالح وده حاجة خطيرة جدا لان خلي بالا القناة السويس كده يعني ما فيهاش معدل عبورش زي الاول وقلت لحضرتك وكشفت لحضرتك ان البيان اللي طلع به الفريق اسامة ربيع فتا وقيته كان طلع يطمن المصريين بس ده مش الحقيقة وبنقول ان اتحول فعلا خلود خمسة خمسين سفينة ودي بتمثل نسبة اتنين في المية في المية من السفر اللي عبرت خلال الفترة دي اللي هما الفين مية ثمانية عشرين سفينة فبالتالي احنا نقول دي نسبة ضعيلة جدا غير مؤثرة على قناة السويس يعني فريق اسامة ربيع تعالى يقولك المستوى المرور آمن وكل حاجة آمنة بس الكلام ده كله قبل خمسة عشر ديسمبر بعد خمسة عشر ديسمبر مستوى النقل قال شركات الشحن كلها نقلت السفن بتاعتها من البحر الأحمر وقتال توجيها الرأس الوجاء الصالح معنى كده ان القناة السويس معدل عبور فيها بيتأثر بشكل كبير ولسه هيتأثر خلي بالك يوميا شركات شحن بتطلع تقول مش حمر من كناة السويس مش حمر البحر الأحمر يوميا طيب دلوقتي مين الشركات اللي هي حولت تشوفوانها وبقيتش تخش البحر الأحمر بص عندك شركة كوسكو ودي من أكبر شركات شحن في العالم شركة ميرسيك من أكبر شركات شحن في العالم شركة أم أس سي وكبار شركات الشحن العالمية بتحول مرورها من كناة السويس ارتباطا بهذا الشأن نقل موقع بلومبرج عن مجموعة كوني أند نارجل المتخصصة في عملية النقل والخدمات اللوجستية أن أكثر من مئة سفينة حاويات قد غيرت مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبا لهجمات الحوثيين وأضاف الموقع أن الشركات تدرس أيضا استبدال الطرق البحرية والاعتماد على القطارات والرحلات الجوية وهو ما يرفع تكلفة نقل السلع طيب ده له أثار على الاقتصاد المصري طبعا له أثار على الاقتصاد المصري أولا لو أنت بتفكر تعمل تعويم مش عين فهتعمل تعويم شوف هذا ده إيه؟ ما ينفعش تعمل تعويم دلوقتي لأن أنت باللوقتي عندك تسعة مليار دولار كانوا بيخش لك في السنة مش هيخشه لك فأنت لو هتعمل تعويم هتعمل إزاي؟ أصلا؟ فأنت عندك مشكلة اقتصادية جديدة تم فرضها عليك وإنت ملكش فيها زمن القناة السويس هتخرج برة خدمة ودي حاجة القناة السويس ماينفعش إنها آآ يعني تتراجع فيها أو تحاول تمنعها حتى ماينفعش ليه؟ لأن دي مشكلة جاية لك من الجنون ومهما أنت عادت تعمل آآ عروض وخصومات في قناة السويس بتاعف تحلها فأنت خروج تسعة مليار دولار من الاقتصاد المصري في ظل أصلا أن أنت بتمر بأزمة اقتصادية كل خطتك الاقتصادية حتوقك ومش حينفقها هتضطر تتعامل مع الوعودة الحالي هتضطر أن أنت يا دوبك أن أنت هتحجز كده وماينفعش تتدخل ده اللي أنا شايفه فيما يخص الاقتصاد المصري ماينفعش يحصل تعويم دلوقتي الدولة مش هتكون قادرة أنها تدعم عملية التعويم بص التعويم ده عشان بس أشرحه لحضرتك التعويم ده يعني إيه؟ يعني أنت تدخل دولارات في البنك وتخلي الدولارات موجودة بكثرة في البنوك عشان تقدر تعاوم الجنيه وتخلي الناس متروحش للسوء للسود طيب الحكومة هينقص منها تسعة مليار دولار هتعمل التعويم إزاي؟ مش هيمفق مش هتقدر توفر الدولارات في البنوك فكل اللي تعمله أنها هتأجل موضوع التعويم ده ده أول حاجة فيما يخص الاقتصاد المصري حاجة تانية هل مصر تدخل في البحر الأحمر ضد الحوثين؟ الحقيقة كل التقرير الأجنبية بتقولك أول دولة عسكرية تتحرك في البحر الأحمر هي مصر والجيش المصري لأنه هو موجود أصلا في التحالف المنشأ من قبل الولايات المتحدة الكوة 153 ودي كوة عسكرية بتقودها البحرية المصرية حسنا وقالوا أن مصر هتتدخل بشكل عنيف جدا ضد الحوثين وأول دولة هتضربهم بس على الأرض الواقع لحد دلوقتي مصر ما تدخلتش خالص علانية وسريا مصر ما تحركتش وده عكس الكلام اللي أنا قالته لحضرتك لأنها أنا قالته حضرتك أكتر من مقارة بتقول مصر هتحرك بس دلوقتي مصر لحد دلوقتي ما تحركتش ليه؟ مصر مش عاوزة منظرها يبقى وحش مصر مش عاوزة تخش وتبقى في طرف الولايات المتحدة ضد الحوثين اللي هم بينصروا القضايا فلسطينية مش عاوزة كدلوقتي عارف لو الولايات المتحدة مثلا بتحارب إيران ماشي إنما ميليشيات إيران دلوقتي اللي من ضمنهم الحوثيين دول بيتحركوا لنصرة القضايا الفلسطينية فمصر مش عاوزة تكون في الجبهة المقابلة طب هل مصر تخش الحرب؟ هتخش الحرب لو الأزمة دي طولت وحتطول بالمناسبة يعني قوعة تفتكر للحرب عن دبان من دبان هتنتهي بسرعة لأ إنت بتتكلم أن أمريكا هتضرب الحوثيين والحوثيين هردوا ومعنى كده إن الموضوع مش يوم وليلة وأكتر حاجة بتثير تفاعل الحوثيين هي عدد الشهداء اللي بيموتوا كل يوم في غزة فالحوثيين بيكسفوا هجماتهم نتيجة لآثار حرب غزة وكل يوم لما تيجي تسمع إن فيه عشرين ألف شهيد في غزة لأ ده رقم مفزع إذا كان لدى الأمريكي التوجه أن يساقد أكثر وأن يورط نفسه أكثر أو أن يرتكب حماجة بالاستهداف لبلدنا أو بالحرب على بلدنا فلن نجف مكتوف الأيدي سنستهدفه هو سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية حاجة تانية والحواليك لازم تعرفه بشكل جيد جدا إن النهاردة فيه مقالة نزلك في فارن بولس كاتب بتاعها بيقول هم ثلاث حلول قدام القوى الغربية لإنهاء أزمة داب المندب دا أول حل إن أنت تتحول كل الصفن بتاعتك لطريق رأس الرجاء الصالح عشان تشوفها تعمل مع الحوثيين إزاي نصي فهو بيقول للدول الغربية كده لإن الوضع حيطود تاني حل ألا خد بالك يجب إن أنت تتنع الدول الغربية بالتحرك ضد الحوثيين لإن دا حيأثر على التجارة العالمية ولو إنت بتقارن إغلاق قناة السويس في السبعينات والستينات أيام النكسة وحرب اكتوبر لا متقرنهاش دلوقتي مستوى التجارة العالمية وممرات التجارة العالمية اختلفت خلي بالك قناة بانا ما بتقفل فما ينفعش إن أنت تتقارن إغلاق قناة السويس زمان بدلوقتي ووضع مختلف فيجب إن القوة العسكرية تتحرك والراجل بيت تاريأ ويقول لك بص على إن في بعض الدول الغربية رفضت التحرك ضد الحوثيين زي مين مثلا؟ زي كندا كندا على فكرة تقول لك إحنا هنشارك في التحالف الدولي بعتوا قد إيه لمشاركة في التحالف الدولي ضد الحوثيين قال لك ثلاث زباط ما بعدوش ولا مركب طب بص على الهند قال لك الهند بعدت مركبين بعدوش أكتر من كده ده يوريك إن في ضعف في التحالف ضد الحوثيين طب إيه وجهة نظره؟ قال لك والله أصل الأوروبيين والدول الغربية كايفين من الروس وإن الروس نشيتين جدا دلوقتي في البحر فالسفن الغربية حاليا مش عاوزة تروح للتحالف ضد الحوثيين والدليل على كده ألمانيا ألمانيا لحد دلوقتي ما أعلنتش مشاركتها للتحالف البحري ضد الحوثيين برغم التحالف البحري ده لازم يوجه ضربة عسكرية قوية للحوثيين ما ينفعش إن بحرية الأمريكية لوحدها توجه الضربة دي طيب إيه اقتراحه؟ قال لك والله الاقتراح إن يبقى فيه حرب موسعة ضد الحوثيين يعني يعني لو أمريكا هتضرب ما ينفعش إنها تضرب ضربة صغيرة أو إنها تضرب ضربات ضعيفة لا لو أمريكا وخلافائها هيوبيه ضربة ضد الحوثيين تبقى ضربات مكثفة جدا ومؤلمة جدا للحوثيين خاصة إن الرجل نفسه مبهور بيقولك أنا مش فاهم إزاي دول اللي لا جيش منظم ولا دولة ولا ناس عندها دعم بلوجيستي بتشن هجمات بمنتهى الخطورة كده على باب المندب اللي هما الحوثيين يعني الرجل مبهور بيقولك الناس دي لما تيجي تبص على الأسلاحة اللي بيستخدموها لتعطيل حركة الشحن في باب المندب هتلاقي مصيارة اللي هما بيطلقوها دي تساوي مثلا من خمس تلاف لعشر تلاف دولار مثلا بتضرب سفينة السفينة دي لوحدها قيمتها خمسين مليون دولار وممكن تكون شايلة بضايع بخمسمائة مليون دولار فمعنى كده إن الحوثيين أسلحتهم رخيصة جدا بتعطى الحركة ملاح دولية لديها مخزون جيد من الصواريخ المضادة للسفن ويمكنها مضايقة سفن أكثر مما يمكن للبحرية الأمريكية أن تأمل في حمايته الأكتر من كده إن إنت لازم تعرف إن الحوثيين يمتلكوا ترسانة موسعة من الزخيرة الرخيصة دي واضح كده إن إيران ما بطلتش إرسال أسلحة للحوثيين ودعم الحوثيين اللوجستية طب وإيه الخطورة في كده؟ الخطورة في كده إن الحوثيين ممكن يطلقوا مئات المصيرات والسواريخ وعشان المراكبة العسكرية دي تعترض مئات السواريخ والمصيرات دي ممكن تستنزف سواريخ تقدر كل سالوخ فيها بـ 50 ألف دولار يعني الحوثي يطلق مسيارة بـ 5000 دولار السفين عشان تعترض المسيارة دي تطلق سالوخ بـ 50 ألف دولار فلو الحوثيين أطلقوا مئات المصيرات والسواريخ لازم تعرف إنها ممكن تستنفذ الزخيرة الموجودة لدى السفن العسكرية اللي وقفة أصاد الحوثيين ودي معادلة صعبة جدا طيب الراجل بيقترح وده الحل الثالث في توجيه ضرب عسكرية للحوثيين إن هم يستهدفوا منصات وإطلاق الصواريخ والمصيرات ويستهدفوا مخازن لإضعاف الحوثيين وعلى أقل تبقى رسالة قوية جدا بس الرسالة دي أو تحليل الراجل إن هم دول الثلاثة حلول لقضاء على الحوثي ومواجهة الحوثي دي حلول مش منطقية المنطقية هي اللي عرضتها نيويورك تايمس نيويورك تايمس تقولك إيه وإيران هيبقى أكثر شراسة لإنه واضح جدا عايز شهداء في جزة وتقولك الموضوع منطقي جدا إن لو أمريكا ضربت الحوثيين وده على فكرة اللي قاليته برضو فورن فارسي لو أمريكا ضربت الحوثيين هتبقى الرسالة المنطقية بعد كده إن انت تضرب إيران وتشتبك مع إيران وده يوريك لحرب إقليمية فالحل الوحيد إن حرب إسرائيل على جزة تقف مش إن ان انت تضرب الحوثيين مش إن ان انت تضرب حزب الله لأ حرب بغزة لازم توقف واللي قال كده وزير الدفاع الأمريكي اللي طلع قال إن يجب إيقاف حرب آآ غزة وتحويل آآ تكتيك الجيش الإسرائيلي في جزة لمرحلة جديدة إن هما ينسحبوا من قطاع غزة ويروحوا يحصلوا قطاع غزة من الكارج ويبتدوا يقوموا بغارات غارات برية يعني يجي لهم معلومة مثلا إن القيادة موجود يدفعوا بعدد كبير أو بحملة عسكرية ضخمة للقضاء الهدف ده وابتدوا يرجعوا تاني إنه ما ينفعش الانتشار العسكري الموجود في قطاع غزة بخصوص الجدول الزمني هذه عملية متعلقة بإسرائيل وأنا لست هنا لإملاء جداول زمنية أو شروط ودعمنا لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها صلب وهذا أمر لن يتغير بس ده ما بتتفكش معاه صحيفة هقارتس فيها كاتب اسمه عموس هارج بيقولك إيه بيقولك لازم تعرف إن إسرائيل مش هينفع تروح لمرحلة تانية اللي أمريكا بتعرضها وإن أمريكا بتقولك اسحب قواتك من جزة مش هينفع ليه؟ لإن إسرائيل تكبتت خسائر غير طبيعية غير طبيعية خسائر دي يوميا بتحصل نهاردة على فكرة مات تلت جنود أو اتقتل تلت جنود من جيش الإسرائيل نهاردة لحد دلوقتي حماس بتقصف تل قبيب وبتقصف مستوطنات إسرائيلية فعموس هارج بيقولك إيه بيقولك إسرائيل مش هينفع تتراجع طب الحل الوحيد إنها تتقدم يجب إنها تتقدم إيش لو تقدمت هيبقى إيه الهدف؟ هيبقى الهدف والمبرر الأساسي اللي نتانياهو حيعرف يسوقه للشعب بتاعه إن هو حيعيد احتلال قطاع غزة ونتانياهو لازم تعرف إن هو شغال على الحل ده من الأول إن هو إعادة احتلال قطاع غزة بدليل إن هو بيضع في السلطة الفلسطينية بدليل إن هو بيضع في أي حلول أخرى قصاد أمريكا لتطبيقها في إصلاح قطاع غزة فلو أمريكا عاوز تروح للسلطة الفلسطينية هتلعيد ضعيفة جداً طيب إيه اللي حيحصل لو نتانياهو قاعد احتلال قطاع غزة؟ قالك حيفرض الأمر الواقع على الأمريكان والأمريكان هيتقبلوا كده في النهاية دي رؤية عموس هارج فالمشكلة هنا إن إسرائيل مش هينفع التراجع ما يستلزم إن الحرب دي هتروح لتحالف دولي لاتصدي الحارثيين وحزب الله المفروض يعني ما يستلزم إن الحرب دي هتقرر الإيران لأن الأصل اللي هو الصهاينة مش هدينا تراجع حل الوحيد اللي قدام الصهاينة دي الوقت صفقة لتبادل الأصل ودي هتبقى هدنة لمدة أسبوع إسرائيل عرضة فيها تبادل لأربعين أسير مقابل قيادات من فتح وحماس من ضمنهم ران برغوثي طيب حماس رفضة الصفقة دي لحد دلوقتي اللي هو إيقاف لمدة سبعة أيام ماشي؟ أو أسبوع والإفراج عن أربعين أسير على فكرة هو ده الحل للأزمة كلها بس ده حل مؤقت لأن إسرائيل حتكمل مش هتوقف إسرائيل سيك من تصريحات مسئيل الأمريكان ووزير الدفاع الأمريكي والكلام ده كله إسرائيل ما ينفعش تراجع هتبقى خسرت جدا وده اللي مش عاوزة تشوفه إسرائيل خاصة وسواء تقدمت لقوات الإسرائيلية أو تراجعت فهي كده كده خسرانة لحد دلوقتي إسرائيل هتخلص الشهر التالت وهنكشت في الشهر الرابع وبيقع من عندهم عدد من القتلى قبار جدا يعني أنت بتتكلم مية واربعين قتيل لحد دلوقتي في صفوك قوات الإسرائيلية في غزة بس حط عليهم تلتمية اللي ماتوا يوم سبعة أكتوبر هتلاقي موضوع خطر جدا جدا فحل إسرائيل الوحيد أو الإنجاز العسكري الوحيد اللي قدام إسرائيل هو إعادة احتلال قطع غزة فقط لأنهم مش عارفين يقتلوا يحس النوار مش عارفين يقضوا على الحماس مش عارفين حتى يجوعوا أهالي غزة ويقتلهم كلهم مش عارفين فالحل المنطقي إعادة احتلال قطع غزة وده حيكون تمن ومكلف جدا على إسرائيل وعن منطقة كلها عن منطقة كلها عند شوف الدنيا ماشي إزاي؟ يا رب أكون شاحة حضراتك الموضوع بشكل مبسط أشوفكم على خير يناير القادم يا رب ويا رب أكون عارف تقدم أي معلومة جديدة بالنسبة لحضراتكو أو إفادة بالنسبة لحضراتكو تكون جديدة ويا رب نصر مصر ويا رب نصر عرب ويا رب نصر بلسطين يا رب نحيا مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة